نحن الآن نقترب من موقف يختلف تماماً عن ما سبقه ليس حديثاً هذا التهديد موجود أمام الأمريكان منذ عام 2019 الأمريكان كانت لديهم تقارير تتكلم عن طائرات انتحارية مفخخة وتتكلم عن طائرات مسيرة تستطلع قواعدهم ولكن تعرف طبيعة تحديد قواعد اجتباك الأمريكية جعلت منحت فرصة للطرف الآخر أن يتصرف بشكل كما شهدنا أو يضبط أكثر على الولايات التحدة الأمريكية أو على قواتها في العراق الأمريكان أمامهم خيارين كان الخيار الأول هو الردع والردع فشل يعني بالضبط في جزئين الردع القاسي والذي نفذه بضرب سليماني وقتله وهذا كان ردع قاسي لم ترتدع القوة الوكيلة ولن يرتدع الراعي الرسمي لها وكانت الردع البسيط اللي هي الضربات يعني نسميها العمليات الجراحية في أماكن معينة وهي الأخرى فشلت بقى الخيار الوحيد الذي هو أمام يعني يطرح البنتاجون أمام الرئيس الأمريكي هي مسألة الحرمان أنت أمامك خيارين يا أما ردع يا أما حرمان فوسائل الردع جميعها فشلت بالنسبة للتحدة الأمريكية فبقى خيار الحرمان والحرمان له خطان يعني له بالضبط إجراءات إجراءين تستطيع أن تتخذوا لها التحدة الأمريكية الإجراء الأول يعتمد على قدرة وقوة للتحدة الأمريكية وهي قادرة على رد الفعل والخيار الثاني بالأحرى هي خيارية بنظر الخيار الأول والخيار الثاني أن تكون عملية الحرمان تنفذها الحكومة العراقية يعني أنت اليوم لا تستطيع أن تترك شغلك وتبعد تصيد طائرات مسيرة وتصيد صواريخ وكاتيوشات ما في العلم السياسي ولا حتى في العلاقات الدولية هكذا سيستم يعني وبالتالي يأما يكون الخيار الأول توجه الحكومة العراقية وهي قادرة وزارة الدفاع فيها وزير مشارك عمليات كثيرة ذو خبرة عالية رئيس كان الجيش من ضباط قوات قاصة الأسكية ومشارك بمعارك كبيرة وجيش عراقي بإمكانياته قادر قادر أنه ينفذ القانون ويسحب هذه التشكيلات التي تختار مناطق اختراب إلى القواعد وإلى المناطق المهمة باستخدام القوة وتجرد هذه التشكيلات من قوتها أو لم تجردها من طابعها السياسي والقانوني التي تكاد تكون تتغول على الدولة هذا خيار والخيار الآخر الذي يكون خيار الأمريكي خيار استخدام القوة وهو مسألة حرمان كامل لهذه التشكيلات من تواجدها على الأراضي روطة موسيقى ترجمة نانسي قنقر